الإضاءة على الملف السياسي والعودة لها معنا ضيفنا في الستوديو المحلل السياسي مهيمن الزاملي أهلا بك سيد مهيمن بداية معك كيف تقيمون قرار رئاسة البرلمان إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية بحجة انتهاء المهلادون انتخابه أهلا بك أهلا بك سيد مهيمن بالواقع اليوم الخروقات الدستورية والخروقات التوقيتات الدستورية هم أصبحنا معتادين عليه اليوم الكتل السياسية لا تلتزم بتوقيتات الدستورية اليوم نحن في فراغ دستوري قانونيا السيد الحلبوسي هو من يستولى أمور إدارة ملف الترشيح لرئاسة الجمهورية اليوم فتح الباب من جديد قد يعطي فرصة لكتل السياسية مجددا بالتدارك الموقف وترشيح شخصيات أخرى ذات مقبولية أكثر لمنصب إيسة الجمهورية على سبيل المثال البارتي اليوم رشح سيد هرشال زيباري وهو تمسك بسيد هرشال زيباري إذا كان البارتي رشح شخصية أخرى غير سيد هرشال زيباري يبقى ما سوف تكون حضوضها أكبر في الحصول على منصب إيسة الجمهورية في هينيا وليكتي بأن هذا استحقاق من ناحية العرف السياسي وليس العرف الانتخابي البارتي يقول بأن منصب إيسة الجمهورية ليس محتكرا لأحد ليس حكرا لأحد ويقول نحن الأجدر بهذا المنصب انتخابيا بعد أن حصل على أكثر من 32 مقعد لذلك اليوم سوف نشهد في الأيام القادمة صفقة كبيرة التصويت على رئيس الجمهورية مقابل التصويت على رئيس المسارة نفس الكتلة التي سوف تصوت على رئيس الجمهورية هي التي سوف ترشح رئيس المسارة طيب هل هناك قانون ممكن قد أثبت أن الوطني له رئاسة الجمهورية هل هناك من آلية أو قانون قد جعلت من الوطني أنه يضمن رئاسة الجمهورية لا يوجد قانون مجرد عروف سياسي ما بين الكتلة السياسية اليوم منصب رئيس الجمهوري لللي��ة ومنصب رئيس أقليم كودستان للبرتي هذا عروف سياسي ليس قانون اليوم هناك الكتلة السياسية هي منصنعة قوانين لنفسها لإدارة العملية السياسية لا يوجد قانون مجرد عروف سياسي إنخاذا المنصب مقابل ذلك المنصب لكن هناك منصب أيضا في الأفق وهو منصب محافظ كركوك قد يتنازل البارد على منصب إيسا الجمهوري لليكاته مقابل حصول على منصب محافظ كركوك طيب البعض يقول أن تحالف التيار والديمقراطي والسيادة يواصل تنفيذ ما اتفق عليه وخطوة إعادة فتح الترشيح هو هروب من قرار قضائي متوقع بإلغاء ترشيح زيباري كيف تقررون؟ اليوم بالواقع هو القرار والقضائي هو مجرد قرار ولا إلى الآن لا يوجد قرار نهائي حول منع ترشيح سيد حوشار زيباري القضاء اليوم ليس بعيدا عن تسييس أو ليس بعيدا عن قرارات سياسية قد يتغير الموضوع قد يعاد ترشيح سيد حوشار زيباري مجددا قانونا وممكن أن يصبح إيسا للجمهورية اليوم هناك اتفاقات سياسية تجوي الآن وفي الأيام القادمة سوف نشأت صفقة سياسية كبرى منصب إيسا الجمهورية مقابل التصويت على سيد ورئيس الوزارة لذلك اليوم الموضوع كله عبارة عن اتفاقات ما بين الكتلة السياسية تنازل هذا المنصب مقابل داخل المنصب ليس أكثر طيب رأيك إلى أين وصلت الحوارات بشأن التحالفات والكتلة الأكبر هل أصبحت بحكم الملغية؟ لا بتأكيد اليوم التحالفات لا زال قائمة لكن اليوم هناك تحالفات جديدة ما جرى في الانتخابات القادمة في الانتخابات السابقة لغى جميع التحالفات التي تشكل قبل الانتخابات وما جرى بالجلسة الأولى للبرلمان أصبحت جميع التحالفات والانتفاقات السياسية قبل الجلسة الأولى هي بلا صلاحية الآن هناك تحالفات جديدة الكتلة الأكبر سوف تتغير شكلها اليوم هناك خلافات داخل البيت الشيعي والبيت الكوردي والبيت السني لذلك هذه سوف تنعكس بضلالها على تكوين البيت العراقي الذي سوف يشكل حكومة نحن مع وحدة البيوتات الثلاث البيت السني والكردي والشيعي لأنه إذا تم تكوين بيت عراقي لتشكيل الحكومة أن تستمر أكثر معه طيب زيارة الكاظمي أمس كيف تقرؤونها وزارة الخنجر وتحالف السيادة وحصل على موافقة ودعم هل تجدون أن هنا ممكن أن يتولى ولاية ثانية؟ هي زيارة سيد كاظمي هي محاولة لتقاوب بشهات النظر ما بينه وما بين الكتلة السياسية محاولة لتجديد لولاية ثانية له هي محاولة ليست بالموفقة وليست بالجهدة اليوم على سيد كاظمي كان الأفضل عليها أن ينقى بنفسه عن هذه الخلافات السياسية اليوم الكتلة السياسية هي من سوف ترشح سيد رئيس الوسراء من المحتمل التجديد لسيد كاظمي لكن اليوم هناك رغبة شعبية بتجديد الوجوه حتى السيد حلبوسي ربما صحيح أنه يحضر بمقبولية سياسية نوعا ما لكن أيضا هناك رغبة شعبية بتجديد جميع الوجوه الرئاسات الثلاث السيد رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وسيد رئيس الوسراء تجديد الرئاسات الثلاث وتجديد الوجوه بوجوه جديدة سوف يعطي المواطن نوعا من الأمل وتطلع للأفق بأنه سوف يكون هناك تغيير قادم في المستقبل نعم يعني النهضة نحو التغيير شكرا لك المحلل السياسي مهيم الزاملي شكرا لانضمانك معنا